النهاردة بنحتفل بعيد الفلاح اللي ليه دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي وطبعا مع تدشين الجمهورية الجديدة في خطوات مهمة من الدولة تم اتخاذها لدعم الفلاح وده ضمن خط دعم ملف الزراعة لتحقيق أخصى انتجات الزراع ولتحقيق الاكتفات الذاتي من المحاصيل حقيقة من قطاع زراع قطاع مهم وحيوي جدا من قطاعات الاقتصاد المصري النهاردة عيد الفلاح دور كبير كمان بتلعبوا الدولة في توعية المزارعين يعني تحقيق استفادة أكبر من الزراعات مواجهة الآفات توفير الأسمدة والمبيدات دور مهم جدا لرفع الكفاءة الخاصة بالأرض الزراعية في مصر تفاصيل أكتر مع دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراع اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح خير يا مصر قطاع الزراع بيمثل حوالي 15% من الانتاج الإجمالي القومي فيه أكتر من حوالي 9 مليون مواطن بيشتغلوا في قطاع الزراع أهمية هذا القطاع وما تم التحقيقه فيه خلال السنوات الماضية تمام وطبعا نحن في البداية بنقدم التهنئة للفلاح المصري في عيده وعلى الدول الكبير اللي بيقوم بيها على مره العصور في تحقيق التنمية الزراعية وطوفير الامن للغذاء للسنوات المواطنين وطوفير الانتاج للتصدير للخالج والمساهمة في القيام بالأعمال المقطعة الزراعية والمقطعة بالقطاع الزراع فالفلاح المصري يعني له دول كبير جدا في تحقيق التنمية الزراعية والتحقيق التنمية في جمهورة مصر عربية بشكل عام فهذا بنتهج هذه الفرصة ونقدم له التهنئة والتحية ليه وكل الفخر والاعتزاز بالفلاح المصري طبعا زي ما سيادتك عارف يعني نتيجة الجهود اللي بتبزيلها الدولة وبيشارك فيها طبعا الفلاح المصري ان احنا الحمد لله يعني عندنا اكتفاء ذاتي في العديد من السلح الزراعية الهامة زي الأرز زي البن الطازجة اللحوم الدواجن قربنا على اكتفاء ذاتي من الأسماك بيض المائدة جميع أنواع الخضرات والفاكهة الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي يعني عندنا انتاج اكتفاء ذاتي وعندنا فقط بتم تصدير الخارج يعني تجاوز العام الماضي أكتر حوالي 7.5 مليون تن فكل دي انجازات كبيرة جدا بيشارك فيها الفلاح المصري ويعني وتوفر فرص عمل كتير وتوفر الغذاء لصدر المواطنين على مدار العام بجودة عالية وسعر مناسب في مشروعات قومية مهمة كانت مخصصة لدعم الفلاح وزيادة انتاجية الأرض يمكن الفترة الحالية شفنا كتير من المشروعات لو حركت تقول لنا جزء منها وتقول لنا وصلنا لأي مرحلة ويعني وصياتك يكلمون في البداية على مشروعات التوسع القفقي نحن الحمد لله في الوقت الحالي شغالين في عدة مشروعات بالتوازي في وقت واحد عندنا مشروع الدلتة الجديدة عندنا مشروع المليون ونصف المليون في الدام عندنا توشكا الخير شرق العوينات وسط وشمال سيناء الواد الجديد كل هذه المشروعات القومية الكبرى بتستهدف إضافة للركعة الزراعية حوالي من 3.5 إلى 4 مليون في الدام يعني بتفوق ما تم إضافته للركعة الزراعية خلال 60 سنة الأخيرة لكن انت تخيل ان احنا في العشر سنة الأخيرة دول كده شغالين بالاستصلح في عرب الزراعية بالتوازي في وقت واحد مشروعات مختلفة بتضيف للركعة الزراعية أكتر ما تم إضافناه في الستين سنة الأخيرة هذه المشروعات طبعا بتقوم بها في تحقيق الأمن الغذاء زي ما احنا عارفين وايضا يعني مشروعات متكاملة انتاجية زراعية صناعية خدمية متكاملة والهدف الاساسي منها ايضا ان احنا نهتمل بالفلاحة المصري احنا عارفين ان فيه كسافة في الريف وفيه تكدس وفيه تفتح حيازات فهذه المشروعات بتساهم بشكل كبير لان احنا الجزء من الكسافة السكنية الموجودة في الريف الى هذه المشروعات القوامية الكبرى بحيث يبقى نزود الانتاج ومساحات واسعة ونوفر فرص عمل وحقاها كريمة للسادة المواطنين ايضا هذه المشروعات بتساهم في زيادة الصدرات الزراعية لان احنا بنقدر ان احنا ننتج فيها انتاج نظيف وننتج فيها الانتاج في المواعيد المناسب للأسواء العالمية وزا ما قلت لحضراتكم بتوفر فرص عمل كبيرة جدا وايضا بنصنع يعني بنحاول بقى نخفض الفاقد اللي كان بيتم في المنطقات الزراعية ناتجة ان احنا بنصنع المنطقات الزراعية في هذه الاماكن فبالتالي بنخفض الفاقد بالنحية ونزود الكمة المضافة من ناحية اخرى ونوفر السلع على مدار العام باسعار مناسبة للمواطنين ملف الزراعة التعاقدية واحد من اهم الملفات اللي بتهتم بها الدولة الفترة الاخيرة ايه المقصود بالزراعة التعاقدية ودرها في تعظيم الانتاجية في هذا القطع تمام هو طبعا سيادتك الزراعة التعاقدية من اهم المزايا او من اهم السياسات اللي اتخذت الدولة في الفترة الاخيرة يعني وتقدمها كهدية للسدر المزارعين انه طبعا المزارع اهم المشاكل بتقابله تسويق المتجاب بتاعته فالزراعة التعقدية بتضمن للمزارع انه بيسوق المنتج بتاعه قبل ما ينتجه انا قبل ما انتج عارف ان انا هتسوق المنتج بتاعه المين وبسعر كام فبقى عارف ان انا وايه درجة الجودة اللي مطلوبة مني فبقى عارف قبل ما انتج المنتج بتاعي خلاص سوقت المنتج بتاعه فالزراعة التعقدية بتضمن سعر عادل للمزارع وسعره ايضا مناسب للمستهلك وبتضمن للمزارع أنه سوق المنتج بتاعه في التوقيت المناسي وبقاش يعاني ومشاكل التسويقية اللي بي كان بيتم قبل كده ومن خلال إحنا بالدولة بتعمل يعني أسعار ضمان وبكون عادلة بتاخد في الاعتبار تكليف الإنتاج والأسعار العالمية والعائد المحاصيل المنافسة بحيث أوفر للمزارع عائد مجزي وساعده في تسويق المنتجات بتاعته وفي الوافس الوقت بوفر المنتجات سواء للتصدير أو للمصانع اللي شغل على تصنيع الزراع فهي منظومة متكاملة بتحقق مصالح المنتج والمصادر والمستهلك والمصانع في وقت واحد الواحد بيبقى حيران الفلاح يتخذ قرار الزراعة إزاي؟ يتخذ قرار زراعة واحد بالمحاصيل الاستراتيجية اللي بتقوم مهمة ولا يتجه لزراعة مثلا نباتات عطرية دات عائد كبير ومادي مربح ولا يشتغل أو يزرع حاجة من الحاجات اللي هي قائمة على استصلاح التربة أو أنه بيبقى فيه بعض النباتات بتقوم مثلا بالنيتروجين فيكسيشن أو بأنها بتصلح من التربة نفسها في حد ذاتها فتدي في الموسم اللي بعده أنت جاء أعلى الفلاح بيتخذ القرار إزاي؟ وبصوا حضرتك إحنا يعني كدولة محتاجين كل هذه المحاصيل يعني إحنا محتاجين محاصيل استراتيجية عشان نعمل أمن غزائي محتاجين لباتات طبيعة عطرية عشان نعمل إحلال محلي واردات ونزود الصادرات محتاجين إحنا نزرع محاصيل بوكولية بحيث زي ما ساتك قلتين إحنا نثبت أن ترجين في التربة ونفيد المحاصيل القادمة لكن السياسة الزراعية في جمهورية مصر عربية وزارة الزراعة والصحة الأراضي بنوجه السادة المزرعية للمحاصيل اللي بترغبها الدولة في كل مرحلة لها ظروف بتاعتها يعني مثلا في مرحلة من الوقت بالأوقات في مشكلة في الأمح على مستوى العالم فنشجع المزارعين أنه يتوسع في زراعة الأمح ما بفرضش عليه بس أنا بحط له سعر مجزي قبل ما عاد الزراعة بوقت كافي وأعلن عنه فهذا المزارع فخرة الزراعة في أحواض تاني وتأسيم الأراضي الزراعية يعني ده هتبقى مخصصة للزراعة كذا ده هتبقى مخصصة للزراعة كذا ده يزود الانتاجية ويزود كمان الربحية للفلاحة هو طبعا سيادتك الدورة الزراعية يعني بشكل كبير بتساهم في نية يعني تجمع المساحات اللي هي القسمية دية في أخوض واحد ويزرعوا محصول واحد فده بيسهل عملات الخدمة وعملات الحصاد وبيع المحصول بشكل جماعي وبيزود انتاجية زي سيادتك قلت وإحنا في هذا الاتجاه فيه حاجة عندي ده اسمها الحبلة القوامية للنهود والمحاصيل الاستراتيجية زي محصول القامح وزي محصول الزراعة الشامية بنراعي فيها هزي العملية اني احنا بنعمل حاجة اسمها تجمعات إلشادية فكل مثلا مجموعة من المزرعين بنشجحهم جنب بعض مثلا عشرة فدان أو أكتر مزرعين متجولين مع بعضهم بنحاول نعمل هزي الأرض نزراحها بشكل جماعي ونطبق فيها الموارسات الزراعية الجيدة وتبقى تجربة بنقولون يا جماعة قد زراعات التجمعية هي لو زراعتكم لكم مع بعض وفي حوض واحد هتشوفوا المزايا اللي حاصلت من هذه الزراعات التجمعية بتخفض تكريف الانتاج بتزود الانتاجية بتوفر يعني في المية يعني لها مزايا كبيرة فاحنا بتجهين ان احنا نتوسع في الزراعات التجمعية بحيث نتغلب على مشكلة التفتت الحياسي وزي ما قلت ساتك احنا بقى بنشجع المزرعين بنوجههم من خلال السياسة السعرية والحوافز الغير السعرية فانا بقى على السعر مجزي فالمزارع بيضرب بيعمل حساباته لو زراعة امح هيكسبني قد كده لو زراعة مانجر هيكسبني قد كده لو زراعة نمطة طبيعة وعطريها هيكسبني قد كده والتسويق بتاع والحاجات اللي كلها فمن خلال هذه السياسات وبإضافة أيضا بوفر الأسبيل الكيموية بأسعار مدعمة بوفر الألات الزراعية برضا اللي بتقوم بعملات الخدمة تجيز الأرض الزراعة والحصاب بأسعار مخفضة يعني المنظومة الزراعية في مصر لم تعد منظومة تقليدية احنا بتشوف دلوقتي ربط مباشر بالتكنولوجيا ومهم جدا التطور اللي بيعيشه الفلاح الفترة الأخيرة كرت الفلاح كرت ميزة الشمول المالي القدرة على صرف كل المبيدات والأسمدة المطلوبة لمواجهة الأفات بشكل يعني تكنولوجي متطور أهمية ادخال أو الميكانة أو التطور التكنولوجي في حياة الفلاح طبعا هو لا شك يعني له أهمية كبيرة جدا هو بيحاول يعني بنحاول نحن نوفر كل الخدمات الزراعية للسادة المزرعين عن طريق هذا الكرت كرت ميزة كرت ميزة فهذا الكرت يوفر له عليه يعني من خلال بقدر استطيع يصف الأسمدة بتاعته ما حدش يقدر يصرف من غيره قبل كده ممكن يبقى فيه تلاعب الأسمدة ما توصلوش التقاول جيدة ما توصلوش الخدمات المختلفة ما توصلوش وحاجات زي كده لكن من هذا الكرت ومن خلال التحاول الرقمي أنه احنا قدرنا نوفر كل الخدمات اللي احنا عاوزين نوفرها السادة المزرعين بشكل مباشر بدون أي وسيط وبدون ما حد يعني يستغله أو يعني ما فيه عمليات تلاعب فهنا بنحاول نتوسع يعني هو الخاص طبعا توسع بشكل كبير تخضيط معظم المزرعين يعني بنسبة كبيرة جدا بهذه الخاصية بحيث نضمن وصول الخدمات الزراعية للمزرعين ومستحقية في التوقيت المناسب ملف المياه ده واحد من الملفات شديدة الأهمية نظرا لندرة المياه في العالم كله نظرا لانخفاض مستوى نسبة الفرد فيه أو حصته فيه المياه في مختلف أماكن في العالم وكمان احنا عندنا خطة ان احنا بنتوسع فيه الاستصلاح الزراعي فعايزين نحفظ على كل نقطة مياه عندنا طبعا ونستخدمها الاستخدام الأمس يمكن الرأي الحديث اعتقد بيفرق جدا خصويا برضو فيه خطة قومية لاستخدام الرأي الحديث بشكل مختلف تمام هو طبعا سيادتك احنا يعني موضوع المياه ده يعني من أهم الموضوعات على رأس الأولويات الكيادة السياسية والحكومة والحكومة والجميع الوزرات ومن وزارة الزراع وصلاح الأراضي وزارة الرأي لما احنا طبعا سيادتك عرفة يعني نصيب الفرد من حصة مصر من مياه نهر النيل حوالي 500 متر مكعب في السنة فاحنا تحت خط الفقر المائي وطبعا عندنا طموح كبير جدا ان احنا توسع في استصلاح الأراضي سانتوسع أفق أو توسع رأسي فده بيحتم علينا ان احنا يعني استفيد بكل نقطة مياه فده جاي ان احنا عندنا يعني خطة شاملة ان احنا بدئين من الترع فاحنا فيه تطوير الترع فده بانطريق التبتين بتاعها فده بيخفض الفقر اللي كان بيفقد والصائم بالجو او بالحشائش اللي كان بتقام في الترع فيه مشروع ايضا اخر اسمه تطوير رأي الحقلي ده بانطور القنوات والمسائي فيه المشروع اللي هو تطوير لنظم الرأي الحديثة يعني احنا توسع بقا بكونا بنروي بنظم الغمر والنظم التقليدية دي لا بنستخد نظم الرأي الحديثة اللي هي بنظم الرأي بالرأي والتنقيط فده مستوى هدفين احنا توسع فيها ومفرلات تمويل المناسب وبدون فايدة يعني بدون فايدة ويسدد قرب على عشر سنوات وهذا المشروع يعني مجد جدا بالسادة المزارعين والجمهورية المصرعية بشكل عام بنسبة المصرح نوفر في المية بنسبة المزارع هزاود الانتاجية وهزاود داخل ونحسن مستوى ما عشته ايضا احنا برك بنهتم بالاصناف الجديدة اللي هي بتاخد احتاجات مائية أقل وفي نفس الوقت بتدي انتاجية مرتفعة وتتحمل الظروف المناخية ده بتتنسيق بقى مع مين؟ مع وزارة الزراعة ولا معاهد البحوث الزراعية ولا مع مين؟ مع معاهد الزراعة الصحراوية يعني في حاجات كتير ومختلفة مابس سيادتك وزارة الزراعة تحت منها مركزين بحسيين اللي هو مركز بحوث الزراعية ومركز بحوث الصحر هذه المراكز بتعمل تحت مظلة وزارة الزراعة فاحنا كلنا كده في وزارة الزراعة قطاعات وزارة الزراعة مركز البحسية بنعمل في اتجاه واحد وتحت مظلة واحدة وزي ما قلت سيادتك احنا فيه بقى بننتج الأصناف الجديدة اللي هي بعالية الانتاجية وتاخد احتاجات مائية أقل وبتقعد مدة سيارة في الأرض أيضا ان احنا بنتوجه ان احنا نخفض مساحة المحاصيل الشرهة للماء يعني مثلا الموز بيستهلك كميات مياه كبيرة فاحنا بنحافظ على المساحة بتاعته نحن نتوسعش فيه في أقراض جديدة القرز بيستهلك كميات من المياه كبيرة فاحنا مشين فيه اتجاهين ان احنا بننتج أصناف جديدة بتاخد احتاجات مائية أقل وتقعد وقت قراءة في الأرض وفي نفس الوقت عاوزين نكتفي بالمساحة اللي هي حوالي مليون ومئة ألف فدان أو ستة ومئة ألف فدان ليتحقق الأمن الغذائي وتوفر اقتفاق ذاتي في مصر وبالتالي أرشد استهلاك مياه الرعي واستخدامها في إصلاح أراضي جديدة وأيضا صوب الزراعية صوب الزراعية ثمار للبحوث العلمية يعني فيه استخدام لمناهج علمية في الزراعة بشكل كبير جدا ونتائج البحوث اللي احنا متشوفها فيه المعاهد التابعة لوزارة الزراع عايزة أسأل حضرتك فيما يتعلق بالصناعات الزراعية لأن احنا شفنا الفترة الأخيرة طفارات كبيرة جدا في هذا المجال صناعات اللي بتقوم على الزراعة شفنا مراكز لإنتاج الألبان دعم كمان للثروة الحيوانية صناعات أخرى تتعلق بالزيوت وغيرها أهمية هذا الجانب في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي في مصر تمام وطبعا سيادتك طرحت نقطة مهمة جدا هي نقطة تصنيع الزراعي احنا في الوقت الحالي أحد أهداف لستراتيجية التنمية الزراعية المستعدامة 2030 أن احنا نتوسع في التصنيع الزراعي لما لهم من مزايا كتيرة جدا زي ما سأتك عارف أن احنا يعني بيزود الكيمة المضافة يعني بدل ما المنتج يبقى خام وبيعه خام أو صدره في الخارج فبالتالي أنا ما صنعه فبزوده كيمة المضافة بتاعته النحية الثانية بطول عمره فبالتالي أنا بدل ما المنتج بستهلكه على مضار العام بنتيك في توقيت معين لا فأنا بعمله عملية تصنيع وحفظ فبالتالي أقدر استهلكه على مضار العام فده بساعدني أنه أعمل استقرار على مضار العام في الأسعار بوفق فرص عمل للمواطنين بخفض الفاقد الكبير اللي كان بيتم في المنتجات الزراعية وخاصة من الخضر والفاكهة يعني الطماطم ببقى فاقد كتير البطاطس بعض الكوسة الخضرات المختلفة والفاكهة كان بقى فاقد كبير فالمعملية عملية تصنيع مباشر عقب الحصاد فبالتالي بخفض الفاقد اللي كان بيتم يعني مفقده من هذه المنتجات وطبعا زي ما ساتك عارف دلوقتي فيه طلب كبير متزايد جدا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي على المنتجات الزراعية المصنعة يعني المرأة العاملة دلوقتي ما بقى هاش عندها استعداد تروح البيت بقى تقعد أطف ملوخية وتقعد مش عافة أشار بطاطس والحاجات دي وبسل لا دلوقتي المرأة العاملة بتخش على طول تفتح التلاجة جايبة كيس الخضر المشكلة أو الملوخية الجاهزة أو العاجات الجاهزة دي أو المطاة تستقلها على طول مباشرة ففيه طلب متزايد على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وفي صدراتنا الحمد لله فيه طلب عالم متزايد على الصدرات الزراعية وخاصة اللي هي المصنعة والمجففة والمحفوظة أكيد يعني إحنا سعدنا بجوت حضرتك معنا وضحتنا كثير من النقاط الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة شكراً لكي تحرك معنا شكراً نورتنا وشرفتنا دكتور